أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها عينت مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت مولر مستشارا خاصا لرئاسة التحقيق بشأن التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك بعد تزايد الاتهامات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسعي لإعاقة هذا التحقيق من جهته عبر رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن آمله في أن يتم الانتهاء سريعا من التحقيق بجأن احتمال وجود تواطئ بين روسيا ومقربين منه ما بين نف وتأكيد تتعقد قوية الدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية فمع إقالة كل مسؤول له يدوم التحقيقات الجارية يعين مسؤول آخر ليكمل المهمة وزارة العدل الأمريكية أعلنت تعيين مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأسبق روبرت مولر مستشارا خاصا لرئاسة التحقيق بشأن التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الوزارة أوضحت أن تعيين مولر لا يعني أن هناك جرأة مقدور تكبت بل يأتي في إطار المصطحة العامة للدولة تعيين مولر جاء على خلفية إقالة الرئيس ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي الذي كان يشرف على التحقيق الخاص بالتدخلات الروسية كما يتزامن ذلك مع تزايد الاتهامات لترامب بسعي لعاقة هذا التحقيق عقب إقالته لجيمس كومي وفي المقلب الآخر رد البيت الأبيض على تعيين مولار بالقول أن التحقيق سينتهي لم أكد عليه ترامب سابقا من أنه ليس هناك أي تواطئ بين حملته وجهات خارجية لكن ما عقد الأمور أكثر على ترامب هو ما سورب عنه أنه نقل الوزير الخارجية الروسي معلومات لاستخبارية حساسة قد تضر بالأمن القومي الأمريكي أمر رفضه ترامب مؤكدا أنه تباحث مع المسؤول الروسي بقضية تهم الأمن القومي الأمريكي ولا تضره شيئا تلك التطورة في قضية تدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تعقد المشهد وتزيد من حالة الانفصام السياسي لتتعيشها أمريكا بحسب وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترجمة نانسي قنقر